بين حانا النيابية ومانا الحكومية طارت لحية الكويت المالية افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله يروى أن رجلا متزوجا من اثنتين شابة صغيرة السن اسمها حانا وكبير عجوز اسمها مانا فكان إذا دخل غرفة حانا أمسكت بلحيته وانتزعت شعرة بيضاء منها قائلة صعب علي أن أرى الشعر الأبيض يخز هذه اللحية الجميلة وأنت ما زلت شابا والأمر عينه حين يدخل غرفة مانا التي سرعان ما تنتزع شعر سوداء من لحيته وتقول يكدرني أن أرى شعرا أسود في لحيتك وأنت رجل كبير السن جليل القدر بقي الرجل على هذه الحال مدة من الزمن وفي يوم نظر إلى المرآة فوجد أن لحيته قد نطفت وظهرت مشوها فأطلق مقولته التي ذهبت مثلا بين حانا ومانا ضاعت لحانا هذا المثل ينطبق على المتقاعدين الذين ضاعوا بين حانا النيابية السعي إلى شراء رصيدها الانتخابي من جيوب هؤلاء ومانا الحكومية التي تباهت بأرباح كبيرة حققتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحين جاءت الأوامر من ثمو ولي العهد بصرف الأرباح إلى المتقاعدين توهقت وسقطت بيدها ولما ذهبت إلى مجلس الأمة في الجلسة الاستثنائية كشف وزير المالية عبدالوهاب الرشيد عن الحقيقة بقوله مؤسسة التأمينات تعاني من عجز اكتواري يبلغ نحو 24 مليار دينار فكيف لنا اليوم أن نوزع منحة من العدم وإذا حذفنا موضوع رفع سن التقاعد فلن نستطيع دفع المنحة فالأمر مرتبط ببعضه بعضا لا شك أن المتقاعدين وقعوا ضحية الشعبوية التي بدأت تمارسها الحكومة والمجلس على حد سواء وكأن الأولى تتنافس مع الثانية على تسبي أصوات الناخبين فيما هي سلطة تنفيذية مسؤولة عن إدارة البلاد ومن واجبها مصارحة القيادة السياسية بكل صغيرة وكبيرة وليست تدليس في موضوع من هذا النوع يهم شريحة كبيرة من المواطنين يكتوون يوميا بنار الحاجة إلى سداد الالتزامات التي عليهم من راتب يتآكل جراء التضخم العالمي الذي يرخي بظلاله على الكويت فيما تغيب المعالجات الحكومية المسؤولة في المقابل يبدو أن ما ستدفعه الحكومة باليمين تريد أخذه من المتقاعدين الحاليين والقادمين باليسار وذلك برفع سن التقاعد التي كانت خفضته تحت ضغط الشعبوية النيابية قبل سنوات واستطاع فرسان ذلك الاقتراح الفوز بدورة النيابية أخرى بينما ارتفع معدل الاعتماد على العمال الوافدة في مختلف القطاعات الحكومية بسبب الفراغ الذي تركه المتقاعدون الجدد بينما كان من الأفضل الاستمرار بالتقاعد عند الاربع وستين عاما لأن الموظف يكون في قمة العطاء هكذا فعلت دول الخليج وفرنسا وبريطانيا والنروج وفنلندا وغيرها من الدول التي رفعت سن التقاعد وبعضها وصل إلى السبعين عاما نتيجة الشح بالأيدي العاملة فيما في الكويت ولأن الأمور تسير وفق مزاج النواب ومصالحهم وأمام عجز الحكومات يتحول هذا الأمر المهم إلى وسيلة تنفيع مرة يرفع سن التقاعد ومرة ينخفض فيما البلاد تدفع الثمن دائما لقد كشفت هذه الدوامة عن تدليس مشترك على المتقاعدين من الحكومة ومجلس الأمة الذي يدل على تخبط السلطتين التي تنتفان لحية الكويت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بمغامراتهما العباثية اشتركوا في القناة